السلام عليكم وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت كنت بس تمولي العقوري نعم مالو يا سيدي نعم نعم يا سيدي تمولي العقوري مالو عايزنا رب حلال ولا حرام طيب شكراً شكراً يا سيدي شكراً يا سيدي طيب أخونا أحمد ربنا يبارك فيه ويحفظه بيسأل على مبادرة فخامة رئيسه الكمهورية اللي هي ما تسمى بالتمويل العقاري والأمر جائز وأجازته ضر الإفتاء المصرية والأمر إن شاء الله على الساعة والأمر فيه تيسير للشباب وتيسير على الناس ومن ولي أمر المسلمين أو أمر الناس فيسر من أمره يسر الله له وعليه وأقول هذا الكلام والله لا حسبة إلا لله ولا تملقاً لأحد تعودت هنا أن أنطق بالحق لكن هذه صورة المعاملة أجازتها ضر الإفتاء المصرية لأن فيها نوع من أنواع المشاركة الهيئة اللي هي بتاعت التمويل أو البنك بيخش معك شريك بيشتري لك الشقة وبعدهم بتبقى في ضمانه حضرتك بتسدد بنسبة معلومة فإذا ما سددت أعاد إليك الشقة نوع من أنواع التيثير والمشاركة ونوع من أنواع أن الشباب يكون لديهم أمل أسأل الله أن يوسر على من يوسر على الناس وأن يفتح الأبواب لمن يفتح للناس وأن يحفظ من يحفظ حرمات الناس